اشتركوا في القناة والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراق مستقيم تمزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا في أعناقهم أولالا فهل إلى الألقان فهم مقبحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر ورشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه إنا نحن نحن نبين وغرب لهم مثلاً أصحاب القرية إن جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكلموهما فعززنا بثالث فعززناها بثالث فقالوا إنها إليهم أرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكلموهما فعززنا بثالث فقالوا إنها إليكم أرسلون قالوا ما أنتم إلا بشغ مثلنا وما لا أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم أرسلون وما علينا إلا الله المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لننجمنكم وليمسنكم مما عذاب أليم قالوا طفالا إلا كم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لذا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إي يردني الرحمن بضل لا تذن عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذه إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليك قومي عملمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا ننسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها ويرجنا منها يحبه فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم بهار فإذا هم مظلمون نسلق منهم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق المهار وكل في فلك يسمحون وآلة لهم أن ما حبلنا كريتهم في الفلك المشحون وخلق مالهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم قدون إلا رحمة منا ومتاعا إلا حين وإذا قيل له ببتكوا بابين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعب من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ما ينظرون إلا صيحة ورحدة تأخذهم وهم يخصون فلا يستغيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسرون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تهلموا نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجربون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا سرط مستقيم ولقد أضل لكم جبلا كثيرا أفلم تكنوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نصطع على أفواههم وتكلمنا ألديهم وتشهد أرجله بما كانوا يكسبون ولولا شاء لطمسنا على أعرهم فاستبقوا الصراط فأنا ينصرون ولولا شاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا رضيا ولا يرجعون ومن نعن منه منكسه في الخيط أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جلد محضرون فلا يحزن كقولهم إن لا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحييه عظام وهي رميم قل يحييه الذي أنوش أهاء أولم الله وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر